الحقيقة يمكن التغيرات المناخية دايما ما بنتحدث عنها ومش مجرد حديث انفض بانتهاء استضافة مصر لأن مصر بتغطوات جد جدا في تجاه الحفاظ على البيئة عشان كده تم زراعة 100 مليون شجرة ويمكن ده الحلم أو البداية في زراعة 100 مليون شجرة لأن ده الحلم اللي بتتبنى الدولة المصرية وانطلق من شهور في المبادرة الرئاسية علشان يكون في الشوارع الرئاسية وكمان في الميادين عدد كبير جدا من المحافظات يكون في هذه الأشجار اللي بتمثل رئة جديدة ومتنفس أخضر بتواجه بالدولة المصرية التغيرات المناخية وتقدر لها تتخلص من جزء كبير من العوادم والتلوثات اللي موجودة في الجو المبادرة موجودة على أكتر من مرحلة نقدر نقول أن المرحلة الأولى تم اختتمها بزراعة أكتر من مليون و300 ألف شجرة وهتبتزي المرحلة الثانية عشان تتوسع في المسطحات الخضراء في كل المدن والمحافظات خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضفنا الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة صباح الخير على حدرك يا دكتور وأهلا وسهلا محل أهلا حضرتك أهلا باستاذ المشاهدين صباح الخير يا دكتور صباح النور أهلا محل في البداية عاوزين نعرف المرحلة الأولى إيه اللي تم فيها وإيه أبرز التحديات والمستهدفات الحقيقة اللي خلينا أقول في البداية أن هذه المبادرة من المبادرات الكثيرة والرائدة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة وهذه المبادرة بتستهدف زراعة مئة مليون شجرة على مدار سبع سنوات المرحلة الأولى زي ما تفضلتي تقريبا مليون وثانة عشر ألف شجرة تزرعوا خلال الفترة اللي فاتت في بعض المحافظات الفيوم الغربية الأليوبية ومناطق في الصعيد أسيوت الوادي الجديد الميني إلى آخره فتقريبا المرحلة الأولى تقريبا انتهت إحنا المبادرة بتستهدف على مستوى الجمهورية 9900 موقع على مستوى الجمهورية بإجمال مساحة 6600 فدان ودي بتمثل حاجة مهمة جدا لنا كمصريين إحنا نصيب الفرد حاليا من المساحة الخضراء متر واثنين من عشر دي هتضاعف المساحة يعني هنوصل تقريبا كل فرد هيبقى 2 متر ونص ودي نقلة كبيرة جدا هتحسن حياة المصريين في إطار طبعا الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة 2018 وكذلك أيضا استراتيجية الوطنية لطول المناخ زي ما حاجة تفضلت عشان نعالج مكشكلة المناخ اللي هي عشرين خمسين هتحسن حياة المصريين بشكل كبير جدا هتحسن الصحة يعني فيه فوائد كتير جدا لهذه المبادرة الحاجة التانية هتحافظ على التنوع البيولوجي اللي موجود وده نقطة مهمة جدا لأن الأشجار أساسا مكان للتنوع البيولوجي شكاة دايما يقولوا إذا أردت أن تسمع صوت العصافير فلا تحضر أقفاصا بل إزرع أشجارا فالأشجار هي المأوى الطبيعي لكل الحيوانات وكل الطيور وفيها تنوع البيولوجي بديع بالإضافة إلى فوائد كثير يمكن زي ما حكت فضلت التحديات اللي بتواجه هي استمرارية الحفاظ على ما تم زرعه هذه النقطة المهمة جدا ده النقطة اللي كنت حد نقاش مع حضرتك فيها وحضرتك فعلا فتحتها بالفعل مليون و300 ألف شجرة تنوع زرعها ما بين أشجار مثمرة وأشجار غشبية وأشجار رحيقية يعني أنواع مختلفة الهدف منها أن زي ما حالك قلت التنوع البيولوجي الزرع وخلاص وإحنا عايزين نوصل لعدد أكبر بس الزرع ده هيتحافظ عليه إزاي هو ده التحدي مين هيتابع ومين هيرعيه ومين هيتأكد أنه هو سليم ومين هيتأكد أنه هو بيتعالج لو في مشكلة يعني كل ده هيحصل الحقيقة خلينا أقول أن الشقين زي ما حكت فضلت الشق الأول أشجار المسمرة أشجار المسمرة دي هتكون في مناطق معروفة يعني مدارس جامعات أماكن بيروحها الناس وأماكن مسؤولة عنها حد يعني المدرسة موجود مدير مدرسة موجود ناس موجود طلاب يعني نقدر أن نحن نخافظ على هذه الأشجار من خلال إدارة المدرسة من إدارة النادي من إدارة دور العبادة يعني الحاجات الأسسية ودي أشجار مسمرة وهتدينا كمان بعد غزاء يعني هتدينا زيت زاتون موالح رمان جوافة كل الأشجار دي هتبقى في هذه المناطق فأتصور أن الحل بتاع هذه المشكلة أو الحفاظ عليها هيأتي من أننا نسلم هذه الأشجار لهذه المناطق المعروفة وبالتالي ممكن جدا يحافظوا عليها ونقدر أن احنا يعني في المدرسة في إطار المدرسة يعني كل مجموعة من الطلاب يحافظوا على شجرة معينة ويريد تكتبوا اسمهم عليها ويبقوا هما دي الشجرة بتاعتهم يعني إحساسنا بالملكية هما يحافظوا عليها بشكل إيه؟ أشجار الشوارع دي بقى مسؤولية المحليات المحليات هي اللي بطرع هذه الأشجار على مدار السنة وطبعا لازم معروف أن الشجرة الفيكس بيطرعها إزاي الكافور بيطرعها إزاي وبالتالي المحليات هنا هيكون لها دور كبير قوي إحنا لسه نزرع الفيكس بيقدره الممتدة بيحتاجه للميا الكتير بيقدره الصلبة اللي هي ممكن لو مسكت في الأرض قوي تخرع صور حتى يعني لو طرعت من تحت صور هي بعد شوية بتنسك الأرض وتاخد من المياه بس المراعية بقى على طول السنة إحنا مثلا عندنا يعني دايما مشهور شهر أمشير إنه هو بيقلموا فيه الشجر فالجزء ده لازم يكون معلوم للمحليات وممكن جدا المحليات برضو تعمل مراعاة لهذه الأشجار من خلال السكن المناطق السكنية يعني مثلا العمارة الفلانية والعمارة الفرنية بقى مسؤولين عن هذا الجزء وده محتاج وعي مجتمعي من الناس علشان كلنا نساهم في هذه المبادرة وننجح هذه المبادرة والتالي ما بقاش عندنا مشكلة إنه ممكن الشجرة دي بعد شوية تتقطع أو ما بقاش فيه اهتمام بيها المبادرة جميلة جدا ورائعة بس إحنا عوزين نبقى فيه سابورت ليها مننا إحنا كمواطنين الدولة عملت اللي عليها نيجي إحنا بقى نعمل اللي علينا في الحفاظ على هذا الشجر اللي بيدينا يعني الشجرة حضرتك لو احنا وأكسجن وأمان كمان على فكرة يعني أعزونا حكي شوية إحصائيات كده لطيفة إن الشجرة الواحدة تاخد تن سانيوكسيد الكربون إحنا يعني الشجرة عموما ياخد ربع ملوثات الخاصة بسانيوكسيد الكربون يعني هو المسبب الرئيسي لصراية التغير المناخ نرى تغير المناخ دلوقتي بشكل كبير وبالتالي الاحتباس الحراري عندنا في مصر لو يعني ممكن الشجرة اللي نزرعه يوفر لنا أو يحافظ أو ياخد 170 مليون طن من سانيوكسيد الكربون بيمثل 20% من بعثات مصر من سانيوكسيد الكربون يعني تقريباً الربع وإحنا يعني ما بنعملش حاجة ويمكن ده حل يعني كوب 27 قال إنه الحلول القائمة على الطبيعة يعني أنا أعمل حل جاي من الطبيعة أنا ما عملش أي حاجة صناعية فالحاجة اللي تيجي من الطبيعة تبقى أعيد الموضوع مرة تانية أو أعيد الأمور مرة تانية لنصبها الطبيعي أو أحدث التوازن الطبيعي الخاص التوازن الطبيعة طيب دكتور إحنا بنتكلم هنا في مصر على 9900 موقع بإجمالي مساحة منذرعة بتقدر ب6600 فدان هتبقى عبارة عن غابات مفتوحة إيه هي آلية التنفيذ بقى اللي هتمنى كل محافظة وكل منطقة هيبقى نوع أشجار معين مش كل المناطق لأنه مثلا هتلاقي في حداتك مناطق أقل تلوسا مش محتاج أن أنا أحطها مثلا فيه كرسي يعني اللي هو بياخد عوضم السيارات يعني مثلا ممكن في الريف أعمل حاجة زي كده ممكن المناطق الصناعية أزرع فيها مثلا نوع تاني بياخد الملوسات اللي هي زي السئبك والرصاص والحاجات دي وبالتالي هناك خريطة موجودة يعني الفكرة مش أن أنا بزرع شجر وخلص لا بزرع أنواع معينة من الشجر هذه الأنواع يعني تتوافق مع البيئة وفي نفس الوقت تحليلي مشكلة مش بس حتى الشكل الجمالي أو أن هي تاخد سينكسيدي الكربون وتديني أكسيشين لا ده هي لابد يكون يعني مثلا شجر المنجروف على سبيل المثال شجر المنجروف ده بتزرع في البحر الأحمر في الميا وبالتالي أنا ما أقدرش تزرعه في الصحر لأنه ما ينفعش أن أنا أعمل ده وده بالمناسبة يعني مصد طبيعي جدا لزيادة كمية البحر بدل ما كمية البحر مع التغيرات المناخية ترتفع وتروح للشاطئ يبقى أنا عندي مصد طبيعي من أشجار طبيعية جدا بتتحمل الملوحة بشكل كبير جدا وبالتالي أنا عندي الحلول القائمة على الطبيعة كل منطقة هيبقى لها نوع معين من الأشجار وفق لطبيعة المنطقة وفق الملوثات اللي موجودة في المنطقة طيب المرحلة الثانية من المبادرة بتستهدف إيه في الفترة القادمة يعني إحنا شبه انتهينا من المرحلة الأولى كتير من المحافظات انتهت من زراعة الشجر المخصص لها يمكن أربها الأليوبية إمبارح زرعت 214 ألف شجرة من إجمالي 250 ألف شجرة فأعتقد أن إحنا ماشيين بخطة ثابتة جدا نحية أن إحنا نخلص اللي موجود ونبتدي فيه اللي بعده بالضبط المرحلة الثانية بقى تاخد محافظات أخرى بالمناسبة يمكن يعني محافظة القاهرة ابتدت فيها يمكن مش واضح قوي لكن ابتدت في بعض المناطق وأنا يعني شفت ده بنفسي يعني في بعض المناطق تزارع فيها جوافة وتزارع فيها زتون في بعض المناطق في الجامعات والمعاهد والحاجات دي فابتدت بالفعل حتى القاهرة تاخذ نصبها وأعتقد أن القاهرة هتكون في المرحلة الثانية تاخد مساحة أكبر لأن طبعا حريك أعرف أن القاهرة مزدحمة جدا بالسكان طبعا وسائل النقل والحاجات دي كلها بتعمل مراوسات وبالتالي القاهرة يكون عليها أعتقد فوكس في المرحلة الثانية أكتر من المرحلة الأولى طيب دكتور إحنا بنتكلم في حقيقة الأمر يعني أنا شايف حقيقة عمال بحديثك كله وفكرة إن إحنا هنعمل وإحنا دي عيد على الدولة فين دور المسئولية المجتمعية ده هو الدولة والناس أقول إحنا كناس يعني مش بلس كدولة إيه الإلزامية للناس يعني إزاي برضو الناس تحس بهذا الخطر الحقيقي اللي بيدق نقوص الخطر ويبتدل هم يسرعوا من وطيرة المائة مليون شجرة لأن ده حلم ورقم كبير تمام أول حاجة إحنا لازم نستخدم الاستراتيجيات المعروفة في عملية التوعية إحنا لازم نرغب الناس في هذا الحل ده حل مهم جدا ويمكن لو حرك يعني 100 مليون شجرة أشمعنا 100 مليون شجرة يعاوزين نوصل للناس إن 100 مليون ناس إحنا 100 مليون كل مواطن لي شجرة فإن كان مواطن له شجرة أنا لما أقول للمواطن دي شجرة تك وإنت مشارك فيها وأنا عاوزك كمان إيه ده أنت لو زرعت في البلكونة عندك إحنا عندنا كده البلكونة المصرية بتلاقي فيها شوية يعني ورد ورد يعني بلاش المصل والتوب والحاجات اللي احنا بنشوفها دي نخليها ورد دكتور قصدو الحاجات اللي تكون موجودة زيادة في البيت اتعامل مع البلكونة كأنها جزء من جولبي عاوزين نستبدل الحاجات اللي دايما نحطها في البلكونة بشجرة لطيفة وأنا أراع هذه الشجرة هتحلي لي أعرف دكتور لو رجعت الأفلام الأبيض وسود والفيديوهات الأبيض وسود كان زمان بتلاقي فيه صور زي صور حديد كده وفيه أصرية الزرع اللي فيها ورد حتى المنظر كان مو به جميل جدا جميل جدا فده مرادة تبدل ببطنية بتطلع ويعني تلوص بصري قبل ما يبقى تلوص في الهواء احنا عاوزين نرجع ده للناس زي ممان ان هي تحس بفعلا بقيمة الشجرة حتى كمان يعني احنا عارف فيه الشجر اللي هو بجوه المنزل اللي هو الأخضر نباتات الظل نباتات الظل لو جبنا واحدة بس في البيت هتشيلنا المنووسات اللي داخل المنزل يعني احنا عندنا مع الصوبة اللي عندنا احنا الوقت ما عندنا الشبابيك زي زمان كله أليموتال وكله مقفول فالشجر ده لو أنا عملت شجرة اللي هي الضل دي داخل البيت هتشيل المنووسات اللي داخل المنزل بس نفتكر نشيلها بالليل بس من القضاء اللي نايمين فيها استراتيجية الترهيب والترغيب عشان نستهلك أكسجين زينا نخوفه نقوله ان لك لو ما عملتش يحصل كذا وكذا وفي نفس الوقت نحببه في إزراعة الشجرة التصور هو ده طريق مهم جدا ان احنا لو حسسنا الناس بقيمة الشجرة وقدي إيه الشجرة دي مفيدة ده يعني حركتها فضلتي ببعض الفوائد احنا وصلنا لمرحلة انه آخر الأبحاث بتقول ان الناس المرضى اللي في المستشفيات اللي بتبص على أماكن خدرة بتشفى أكتر من الناس اللي بتبص على مناطق فيها صماء كده ما فيهاش اي حاج الخضرة جميلة جدا والخضرة رائعة جدا وعشان كده ملاجد الريف أكثر راحة من المدينة المدينة الصخب صحيح ضعوضاء اه بالضبط فاللي ينجح هذه المبادرة التوعية واعتقد ان دور الإعلام مهم جدا في نشر يعني عمالنا رسالة بسيطة كده في الإعلام نقول ايه فايدة الشجرة وتعملها ايه وتزراحها ازاي وتراعيها ازاي بس على مدار الشهور كلها بسيطة جدا ونقدر نحبب الناس في هذا القام هو بنفسه لما يلاقي ونفسي كمان يبقى فيه مشاركة يعني احنا بنقول دايما لو الناس شركت في هذا المشروع مش عاوزين برسو الدولة هي اللي تيجي تزرع وتمشي مثلا لا انا عاوز المواطن نفسه لو خدت منه مثلا يعني زي ما بيقوله جنيه مثلا احساسه ان هو دفع في الشجرة هيخليه حافظ على هذه الشجرة ففكرة المشاركة برضو هتخلي هذه المبادرة تنجح بشكل كبير جدا صحيح وتتقدم ونقول للناس الشجرة دي هي ايه يعني كتير جدا احنا ساعة نمشي في الشارع مش عارفين نوع الشجرة دي هي الشجرة دي بتعمل ايه فلو كتبنا حتى عليها الشجرة دي اسمها وممكن نرأيها ازاي اتصور ده هيبقى شيء مهم جدا فيه نشر هذا الوعي بالتشجير واهمية التشجير في كل مناحي الحياة الضوضاء تقل من خلال الشجرة البخار المية يطلع من النتح اللي بيطلع من الشجرة ويزود لنا كمية الامطار اللي احنا محتاجينها ونسل حاجة اليها بتقلل درجات الحرارة اربع درجات عن المناطق الاخرى اللي مفيهاش شجر كل دي فوايد كتير جدا للشجر يعني تخلينا بالفعل نكون عندنا هذا الحماس ان احنا يعني كمصريين وكشعب المبادرة اتعملت وتنفزت بالفعل على ارض الواقع ويمكن زي ما قال فخامة الرئيس ان احنا عاوزين حلول على ارض الواقع مش عاوزين ان احنا نقول كلام وبعد كده ما نعمل لا ده بالفعل هذا ما تم بالفعل ناقص بقى ان احنا ننشر هذا الوعي المجتمعي والناس فعلا يبقى عندها هذا الانتماء والولاء لهذه الشجرة الاهتمام بجودة حياة المصريين هو ده الهدف في الجمهورية الجديدة مش لازم تبقى قاعد في كومباوند في شقة بألاف ألاف الجنيهات عشان تشوف منظر أخضر ومنظر مبهج قدامك لا في إطار الحياة الكريمة اللي ان شاء الله بتكون بتتوفر لكل المصريين في الفترة القادمة هتلاقي منظر كويس جدا وانت كمان حافظ على المنظر اللي بتشوفه من خلال التشجير اللي بيحصل كل الشكر لحضرتك الدكتور عبد المسيح سمعان وستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة شوكرا لحضرتك شوكرا لحضرتك